الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد لما كتب مايكل هارت كتابه العظماء المئة جعل العظيم الأول فيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد أصاب هذا المؤلف فليس في العالم أحد قدم لأمته وأنجز مثل ما قدم صلى الله عليه وأنجز لقد بعث في أمة أمية فاحيها بإذن الله وعلمها وعلمها وزكاها وطهرها ومن حق هذا الرسول أن نحبه وأن نتبعه وأن نتعلم رسالته أما من أعرض عن منهجه فإنه إنسان تاف سخيف حقير أف لقلب لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم تف على علم لا يستضيء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فالأمم تقدر عظماها وتفتخر باللامعين فيها ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأزكى وأطهر من هؤلاء جميعا يقول شوقي أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الأمم قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم اجمعنا ووالدينا والمسلمين بحبيبنا ونبينا عليه السلام في الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر